مكانة متقدمة في سلك القضاء استطعت أن تتبوأها القضية المغربية فتمكنت من التدرش في مراكز المسؤولية مشبتة كفاءتها وتفانيها في العمل مهمة القضية مهمة مختلفة على عمل باقي النساء فيتطلب وقتا كافيا لدرسة الملفات واستيعاب النزاعات المعروضة كما أن القضية تعد مطالبة بالتوفيق بين واجبها المهني ودورها الأسري التوفيق بين العملين يعني عمل المنزل وعمل يلدى يتطلب واحد القضاء على تحمل تزامات المسؤوليات في الواجهاتين بجوج وذلك بالعمل بين التوفيق بينهما الشيء الذي يخلف في غالبية الأحيان منافسة في الشخصية عليها أن تتبت ذاتها كقاضية وأن تتبت كفاءتها وبأنها لا تقل كفاءة عن زميلها الرجل في تحمل هذه المسؤولية المناطة بها التفاني الذي يميز عمل القاضية سواء في النياب العامة والقضاء الجالس جعلها تحظى بالاحترام والتقدير من قبل المتقادين ومساعد القضاء كان شغلها الشاغل أنها تتعامل ألزل بشي يكون عندها أبناء تمكنين تربية حسنة وأنه يصلون أعلى المستويات بلا شيء ولكن لما تكون إرادة وتكون الأم حكيمة أقول حكيمة لأن الأم لم تكن مرأة متقافة ولكن دائما تحرص كل الحرص وهذا لنقول لها ما كان المانع أنك تقول لك بالدارجة دينا بدنا نخلي لكم تقافة دينا في صدوركم مما لا شك فيه أن مهنة القضاء هي من المهن الصعبة التي تتطلب من الممتهي لها الجهد الكبير والصبر والتضحية والتفاني في العمل بالإضافة إلى التكوين القانوني الرسل مهنة القضاء رغم الجهد الكبير والصبر والتضحية والتكوين القانوني الذي تفرضه فقد تمكنت القضية المغربية من إبراز أحقيتها بتولي هذه المسؤولية بكفاءة مهنية عالية محققة مجموعة من المكاسب الهم